دشن أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مشروع تكوين الوزيد الذي ينقل المياه من أطراف الربع الخالي إلى محافظتي بيشا وتثليث بتكلفة أجمالية بلغت مليار و 400 مليون ريال وتبلغ الطاقة التصميمي لمشروع 108 ألاف متر مكعب في اليوم ويتضمن منظومة النقل من محطات الضخي وخطوط النقل الرئيسية لمحافظتي بيشا وتثليث تجاوزت أطوالها 355 كيلو متر وبلغ عدو العقود المنفذة بالمشروع نحو 20 عقدا شملت إنشاء محطة تنقل لمياه أبار الوجيد وحفر 28 بئرا مع حدوط نقل الرئيسية في متكون الوجيد وتبلغ كمية المياه الخام المتاحة للمحطة حاليا 68 ألف متر مكعب يومي كما أوضح أمير منطقة عسير حاجر الأساس لـ 15 مشروعا ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 أسرين